والله إحنا شفنا ما أسرنا فبالتالي فرحنا بمجابه شفنا العادي والإعتياد من النادي الأهلي أيا كانت أسماء اللعيبة إيه شفنا روح كانت غايبة لفترات ورجعت بقوة شفنا أداء يعني رائع من كل الخريب بس هيا عايزين نتكلم مع حاضيك بقى لو تسمح لنا يعني نبتدي بالمستجدات وكانت من آخر المستجدات ويمكن من أحلاها على الإطلاق عودة كهرباء كهرباء طبعا فتعال نبتدي بالكهرباء ورؤيتك لمشاركة كهرباء مبارح الأسستات اللي عملها الهدف الرايء اللي سجله الكيميا المعتادة ما بينه وبين الجماهير ورد فعل الجماهير لكهرباء يعني خلينا نعرف كيف رأيت كل هدير لقطات الحقيقة زي ما أنت قلت فعلا يا كريم أنه ظهور كهرباء مبارح بالشكل الرائع ده أمتع الناس كلها سواء اللي في الاستاذ أو اللي بيتفرجوا عبر الشاشات تحس أنه ده الجزئية دي كانت ناقصة هجوم الأهلي يعني ناقصة هجمات الأهلي هجمات الأهلي كنت بتوصل كتير جدا إنما النهايات بتاعتك ما كانتش على المستوى صحيح خلينا متفقين إه إهدار الفرص كان بشكل جديد يعني فرص سهلة جدا لا أنا مبارح شايف أن كهرباء يعني وجوده عمل حالة على فكرة الحالة دي اللي إحنا أصلا مفروض متعودينها من هجوم الأهلي صح يعني ما هيش مستجدات هي عودة بس لشكل الهجمات الأهلوية اللي هي دايما إحنا كنا بنطالب بإن ننزل من أول دقيقة وإحنا عايزين نجيب جون ونجيب جون فالحقيقة مبارح هو عمل يعني أنا مش بقول بقى الراجل الحارس مش عايزة حمله المسئولية لأن تحركات تحركات كهرباء هي اللي برضو عملاله كهرباء وقال لك ماتشوم كهرب نت في تي رألت لك دي كان ماتشوم كهرب حلوة جملة دي الجملة في الحلوي ماتشوم كهرب وتحركات كهرباء عملاله كهرباء لا تحركات كهرباء فعلا بتخلي حارس المرمى مش عارف وي هتروح فين وده كان مرحوظ مبارح على فكرة طبعا عمل نوع من الارتباك بس فيه ناس بتقول إن هي أخطاء من حارس المرمى فقط وده مش حقيقة يعني فيه هدف من الأهداف لا إلى حد بعيد نقدر نحمل المسئولية فيها لحارس المرمى لا الخطائين اللي هي عدت من بين لا الخطائين طبعا خطائين منه بس تحرك المهاجم هو اللي أربك ما انت عندك أصلي شوف الهدف بييجي ازاي تحرك مهاجم وخطأ حارس ما حييجي وان ازاي أو خطأ مدافع إنما انت ازاي توصله لمرحلة إن هو يخطأ بهذا الشكل يعني فيها ارتباك طبعا فيها رعب فيها خوف طبعا المهم إنه تحركات مبارح كانت كويسة جدا حسين الشحات كمان كانت كويس جدا عمل دويته حلو الجون التالت من وجهة نظري تحرك كهرباء هو اللي فتح المجال لحسين الشحات إن هو يدي له كرة ما ممكن حسين الشحات يعني لو ما كانش كهرباء تحرك بهذا الشكل ممكن جدا يا إما هو يحاول يجيب منها جون تيجي أو ما تجيش لا هو فتح له زاوية رؤية يعني لما تشوفي الهدف أكتر من مرة هتلاقي كهرباء كان وراء حسين الشحات هو اللي تحرك أيوه للناحية اليمين ففتح الطريق تماما ههو يعني هنشوفها ههو هنا هتبس هنا هنا أو هنا هنا أو هنا شوفي كهرباء رايح فيين ما أنت مش هتلاقي هنا حاجة غير هنا تعلم هي هي واحد والله لا حسين بس صورة أكبرت صورة أقرب يعني لا يعني التحرك هنا إيه كهرباء مباشرة وراء حسين الشحات صحيح له لأنه هو التحرك ما دايما بنقول تحرك من غير كورة بيعمل حاجات كويسة طبع التحرك من غير كورة لأنه بيفتح زيه بتبقى قاري بتبقى قاري للجاه آه أنت قاري وبعين بتشجع زميلك أنه يمررها لك هنا طبع 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 ممكن جدا لو هو ما تحركش كده حسين الشحات يعني هيبقى معتمد على نفسه آه 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 الزاوية آف هو فتح زاوية جديدة طب فالحقيقة أنه آآ آآ يعني دايما بنقول أن الأداء بشكل عام إحنا كنا راضيين عنه آآ على مستوى حراسة المرمة آآ آآ محمد الشناوي على مستوى المدافعين على مستوى خط النو الوسط كان عندك المشكلة فيه اللمسة الأخيرة آآ وأعتقد أنه هي دي اللي شغال عليها مستر كولر آآ في الفترة اللي فاتت وآآ ووجود كهرباء بحالته اللي إحنا شفناها مبارح لأ فرقت كتير طبعا شكرا للمشاهدة